اهلا بكم في بلا قيود ضيفنا اليوم ديبلوماسي لبناني درس العلوم السياسية والقانون الدولية في لبنان وفي فرنسا مثل ضيفنا بلاده في عدد من الدول العربية والغربية كما كان عضوا في البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة أسأل السفير رامي مرتضى سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة المتحدة عن الجهود المبذولة حاليا لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وعن شروط وضمانات تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلاة سيد السفير رامي مرتضى أهلا بك في بلا قيود رئيس حكومة تصريف الأعمال كانت براغماتيا جدا كان سياسيا بمعنى الكلمة تحدث عن تفاؤل لكنه أشار إلى ضرورة توخي الحذر بانتظار وصول المبعوثين الأمريكيين إلى المنطقة ما هو انطباعك كرجل يتطلع بالمأمورية مأمورية السفارة مأمورية البعثة الدبلوماسية للبنان في بريطانيا ما هو شعورك في هذه الأثناء في ضوء تسريبات ظهرت في العلن عن الخطة المقترحة أو التي ستقترح يعني علمتنا التجارب في السنة الأخيرة خلال العدوان على غزة ومن خلال تجربتنا مع العدوان على لبنان ابتداء من الشهر الماضي أن ندع الحذر قبل التفاؤل لأنه ليست أول مرة تبذل جهود حثيثة لأجل التوصل إلى إطلاق النار وتقوم إسرائيل بإجهادها في اللحظة الأخيرة وليس أدل على ذلك من مشروع بيان وقف إطلاق نار الذي تبنته أكثر من 15 دولة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر أيلول الماضي وفي اللحظة الأخيرة وصل نتنياهو إلى نيويورك ونح جانبا المشروع الاتفاق وقال أنه لا يوافق عليه واستمر بعدوانه ضد لبنان هل يعرف لبنان الدولة الحكومة البرلمان لأنه رئيس مجلس النواب يتفاوض هل يعرف على ماذا يتفاوض أقصد في ضوء ماذا هل القرار 1701 بمفرده أم بالاسترشاد بقرارات أممية أخرى خاصة القرار 1559 المتعلق بنزع سلاح حزب الله حين زارنا المبعوث الأمريكي السيد أموس هوكستين منذ حوالي أسبوعين في لبنان وعقد اجتماعات مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء تم عرض رؤيته للحل واستمع إلى وجهة نظر اللبنانية وحصل نوع من اتفاق حول معالم هذه الحزمة معالم تتعلق حسرا بالقرار 1701 بمختلف بنوده ونعتقد أن القرار 1701 لديه ما يكفي من العوامل الجديرة بالإجابة عن كل الهواجس الموجودة سواء الهواجس الموجودة لدينا ونحن من نتعرض لخروقات والاحتلال الإسرائيلي مستدام منذ صدور القرار 1701 عام 2006 أو أي هواجس يمكن لأي من الأطراف التعبير عنها كل هذه الوصفة موجودة في القرار 1701 وحصل نوع من توافق على معالم هذه الحزمة ووعد الوسيط الأمريكي بعرضها على الجانب الآخر والعودة إلينا لذلك أعتقد أننا نمر بلحظات أو ساعات بالغة الأهمية لناحية الحصول على الرد الإسرائيلي على هذه الحزمة وكما قلت دائما الحذر والريبة لدينا يسبق التفاؤل لكن ما هو الحد الأدنى الذي التزم به لبنان هل القرار 1701 بمفرده أم يمكن الاسترشاد ب1559 أو بأي قرارات أممية أخرى القرار 1701 الذي أنهى العدوان الإسرائيلي عام 2006 على لبنان لديه كما قلت كل العناصر الجديرة بتحقيق الأمن المستدام على الحدود ولديه كل العناصر الجديرة بتقديم أجوبة على كل المشاغل الأمنية لكل الأطراف وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الأمريكي وهذا ما وعد الجانب الأمريكي بعرضه على الجانب الإسرائيلي ونحن بانتظار الجواب هل نعرف شيئا أنت تتحدث ما تم الاتفاق عليه وما تم عرضه هل نعلم شيئا عن بعض دقائق المحتوى فكرة قوات متعددة الجنسيات لتعضيد اليونيفال هل هذا الشيء أنت كمسؤول في الدولة اللبنانية مسؤول تمثل الدولة اللبنانية هل يتم في لبنان التفاوض على مبدأ أو فكرة قوات رديفة تدعم اليونيفال في تطبيق 1701 لأنه بيت القصيد الآن نعرف كلنا أن الإسرائيلي هذا ما يطالبون به وحزب الله نفسه قبل بوقف إطلاق النار على أساس القرار 1701 المعضلة هي تنفيذ القرار نحن كما قلنا ملتزمون بكل بنود القرار 1701 كل ما جاء في القرار 1701 دون زيادة أو نقصان لأنه لا يمكن الزيادة عليه أولا لتعذر العودة إلى مجلس الأمن في التوازنات الدولية الحالية ومجددا أقول القرار 1701 وما يتفرع عنه لناحية تواجد قوة الأمم المتحدة اليونيفال في منطقة جنوب الليطاني في منطقة عملياتها المحددة من قبل مجلس الأمن وكذلك الانتشار المعزز للقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية تحديدا الجيش اللبناني كفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة جنوب الليطاني والإجابة عن كل المشاغل الأمنية ولا نرى أي حاجة وأعتقد يوافقنا الجانب الأمريكي على ذلك لأي إضافة على القرار 1701 لأنه كما قلت مصاغ بشكل دقيق جدا ويتضمن كل العناصر مصاغ دكتور سعد السفير مصاغ ربما لن يعدو أن يكون حبرا على ورق المشكلة هي الضمارات كيف نضمن أنه سيتم تفعيله على الأرض وأنا أعرف أن الجيش اللبناني تقنيا من حيث المعدات غير قادر على الوفاء بهذه الالتزامات التي ستلقى على عاتق الدولة اللبنانية بموجب أي اتفاق لوقف الحرب وأيضا لسيما أن إسرائيل تقوم بخرقه منذ أن تم إقراره عام 2006 وتستمر بخروقاتها الجوية التي بلغت منذ 2006 أكثر من 36 ألف خرق جوي وتستمر تحتلالها ما هو نريد أن نعرف ما هي الميكانيزمات التي ستتبنىها الدولة اللبنانية حتى لا يكون للإسرائيليين مبرر للقيام بطلعات استكشافية أو بضربات أو باستهدف التراب اللبناني وحرمته بأي شكل الأشكال الميكانيزمات سوف يتم تحديدها بشكل مشترك بيننا وبين الوسطاء بعد الالتزام الجازم والنهائي بحصول وقف إطلاق نار قلنا أن التفاوض تحت النار غير ممكن مجرد ما يؤتى إلينا بالتزام نهائي بحصول وقف إطلاق نار قلنا أننا جاهزون لتطبيق كل بلود القرار بما في ذلك المعالم الأساسية إرسال الجيش إلى الجنوب بشكل معزز لأن الجيش موجود لدينا حوالي 5000 جندي في منطقة جنوب الليطاني ونحن جاهزون لإرسال المزيد بما يكفي لضبط الأمن أريد أن أستفيد من وجودك مع ناسية السفير إذا جاءك لالتزام من إسرائيل بأنها ستحترم القرارة 7-0-1 سيكون عليك أنت كالدولة لبنانية أن تحقق على الأرض انسحاب كل أي وجود مقاتل حزب الله شمال نهر الليطاني هل هذا ممكن؟ هل الحزب مستعد لذلك؟ وعندما يرفض عندما يأخذ بـ 17-0-1 بحدافيره هل هو موقف جازم حازم ويرفض أي نص من القرارات السابقة على أساس كما يقول الحزب أنه 17-0-1 نسخ ما قبله هل يعني هذا أنه سلاح حزب الله التقيل منه بوجه الخاص غير قابل للمناقشة لن ينقل إلى شبال الليطاني كل ما جاء في القرار 17-0-1 نحن ملتزمون فيه ونحن ملتزمون فيه أمام الحلفاء الدوليين وقبل ذلك أمام شعبنا اللبناني بما فيه شعب الجنوب الذي يتعذب الآن ويتعرض للعدوان الإسرائيلي وسائر المناطق اللبنانية لذلك مجددا كل ما جاء في 17-0-1 دون أي استثناء الحكومة اللبنانية وبضمانة الحكومة اللبنانية ملتزمة به ما دام تطبيق القرار 17-0-1 متوازيا متوازيا بمعنى أن يتم احترامه من كافة من الطرفين لأننا أيضا كنا ضحية خروقات إسرائيل للقرار 17-0-1 على مدى أعوام منذ العام 2006 ما هو تصور لبنان لهذا الالتزام خاصة من الجانب الإسرائيلي كيف تتوقع كيف يريد لبنان هذا الالتزام أنت تتحدث عن اعتمادكم على الحلفاء يعني نحن طبعا عودتنا إسرائيل لا تنصع إلا للضغوطات بما في ذلك الضغوطات الدولية لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الأطراف الدولية الفاعلة لديها مهمة بالغة الأهمية في التأكد من الالتزام الإسرائيلي بموجبات القرار هذا عن الالتزام اللبناني هذه الأطراف نفسها ستدغط على لبنان لذلك قلنا أن الالتزام يجب أن يكون متوازيا لا يمكن الطلب إلى طرف واحد الالتزام دون الطرف الآخر العدالة مطلوبة والإنصاف مطلوب والنظر بعينين وليس بعين بعين واحدة ولذلك سألتك عن شكل الالتزام لأن لبنان سيكون أمام اختبار حاسم يجب أن ينفذ نصيبه من الالتزام أقول لنا أنت تحدثت عن الجيش اللبناني يجب أن يكون مدعوما والجيش بإمكانيته الحالية نعرف حاله العديد يمكن مستوى مقبول عندما كان سيد نجيد ميقاتي في لندن اجتمع بنظيره البريطاني لكنه اجتمع أيضا بوزير الدفاع هل موضوع قدرات الجيش وأدوات تنفيذه لهذه الالتزامات الدولية الحاسمة لأنها حاسمة في شأن إقامة سلام دائم ومستقر على الحدود بين لبنان وإسرائيل هل حصل على التزامات من البريطانيين أو هل هناك خطة لأنه في كلام عن ربما قوات تدعم اليونيفال هناك نوايا طيبة من الجانب الدولي بدعم الجيش اللبناني وتزويده بالتدريب والعتاد والموارد الضرورية للقيام بأعباء المهام التي يقوم بها على مساحة الوطن ليس فقط في الجنوب ولكن الآن طالما مطلوب منه دور متزايد في منطقة جنوب الليطاني فلا شك أن تأمين الموارد أمر بالغ الأهمية لأن لبنان يعاني ما يعاني ولا داعي للشرح الجيش اللبناني الذي هو مؤسسة وطنية تحظى بقبول وبتأييد سائر اللبنانيين لديه مشكلة موارد فإن طوعنا جنود إضافيين يتوجب الحصول على مساعدات دولية للعتاد للأسلحة لوسائل النقل ربما للوقود هناك إرادة دولية فقط إرادة في هذا الصدد فرنسا نظمت مؤتمرا خاصا المؤتمر الذي نظمته فرنسا مشكورة خصص 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني حاضرين الفلوس حاضرين جنز حصلت تعهدات من قبل الدول المشاركة التعهد الإجمالي كان حوالي مليار 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني وهذا ما صار متواصل وهناك أيضا النية بعد حصول وقفة لقنار وبعد الولوج إلى مرحلة التنفيذ العملي لما يتم الاتفاق عليه بالنسبة للقرار 1101 أن يتم تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني فإذا هناك آليات عملية قادمة من قبل الأصدقاء لبنان في المجتمع الدولي لذلك الأولوية التي ليس من أولوية قبلها هي وقف إطلاق النار وهذا مرهون بالجانب الإسرائيلي لأننا اليوم ليس فقط لبنان ضد إسرائيل المجتمع الدولي كله يقف صفا واحدا في الطلب إلى إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق مار فوري وإسرائيل هي الطرف الذي يتمنع إلى أي مدى سيد سفير إلى أي مدى لبنان لبنان الوطن المجتمع الواحد مستعد لأن هذه الأوضاع وهذه الفرضيات التي نتحدث فيها قد تعني أن الحرب متواصلة ربما إلى أجل غير مسمى إلى أي مدى الداخل اللبناني مستعد لسيناريو فترة طويلة وليس في لبنان رئاسة جمهورية وليس فيه حكومة منبثقة عن انتخابات مضى عليها سنتان وإذا تأملت معي خطاب نعيم قاسم كان فيه اهتمام كبير بالحديث عن أن حزب الله يعمل من أجل لبنان نقى بنفسه عن إيران لكن هل فعلا لبنان يتصرف ككل متكامل دون أي أسباب شقاق؟ لأنه فيه أشياء تتهدد السلم المدني في هذه الأثناء طبعا الأزمة النزوح هناك أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نازح داخلي لبناني منتشرين في سائر المناطق اللبنانية التي ما زالت آمنة علما أن إسرائيل تستهدف غالبية المناطق وليس هناك منطقة آمنة بشكل مطلق في لبنان كله يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية فإذا أزمة النزوح تضغط بشكل كبير على الواقع اللبناني ولكن في المقابل اللبنانيون أظهروا عن تضامن وطني رائع وحس الاستضافة التي عبر عنها شعب اللبناني أعتقد تؤشر إلى أصالة هذا الشعب في الملمات وفي الأوقات الصعبة الشعب اللبناني يتضامن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك حبيات سيد سفير تعرف لطالما كان الشعب اللبناني لا أقول ضحية لكن خاضعا بالمطلق لإرادة ولتوافقات الطبقة السياسية فيه حتى سيد نبيه بري كانت نبرته صارمة عندما فوضه حزب الله بالتفاوض أكبر كانت نبرته صارمة اللا تفاوض اللا تفكير في اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون وقف اطلاق النار قبل كل شيء هل في هذا فعلا اهتمام بلبنان بداخل لبنان؟ لأن هناك ثيارات لبنانية تقول يجب أن يكون للبنان رئيس يتحدث باسمه في المحافل الدولية طبعا وهذا أمر مطلوب ولكن لا علاقة بين مسار وقف اطلاق النار وانتخابات الرئاسة علما أن انتخابات الرئاسة لوجستيا في ظل واقع عدوان على البلد أمر لوجستيا صعب لأنه مجموعة من النواب لديها مخاطر أمنية واجتماع البرلمان ونحن نعرف أن إسرائيل لا تميز وتستهدف الجميع لوجستيا صعب بس ممكن ولكن سياسيا ليس هناك من ربط بين الأمرين وانتخاب رئيس جديد للجمهورية هي أولوية وطنية ينبغي أن تحصل وإنما كما قلت لوجستيا هناك بعض الكتل البرلمانية التي يمكن أن يكون لديها مخاوف أمنية تمنع زهابها أو تمنع تحركها أو تنقلها لكن أي اتفاق سيد سفير أي اتفاق يجب أن تكون هناك سلطة لها المرجعية الدستورية للبت فيه الآن هناك من اللبنانيين من سيقول لك في نهاية المطاف حزب الله يتفاوض عن طريق رئيس مجلس النواب وهو الذي سيرتب التزامات على الدولة اللبنانية ولسنا ندري هذا الاتفاق شكله ربما يؤدي إلى التزامات ربما يضع ترتيبات على لبنان فيها شكل من أشكال المساس بالسيادة اللبنانية هل حكومة تصريف الأعمال ونعدام حكومة كافية لضمان أن يكون الاتفاق خاليا من أي مساس بسيادة لبنان ولذلك قلنا نحن نتصرف وفق ضوابط القرار 1701 الذي هو قرار أممي وليس بحاجة إلى التزام جديد من جانب الدولة اللبنانية الأمور التي قد يتم بحثها بعد وقف إطلاق النار متعلقة بالتنفيذ والتنفيذ هو أمر إجراء عملي لا يرتب التزامات مبدئية جديدة على دولة لبنان وسواء حكومة تصريف الأعمال أو طبعا دولة رئيس مجلس النواب لديهما التفويد اللازم وفي النظام اللبناني لديه خصوصية تتعدى الجانب الدستوري على أهميته والقانوني ما دامت المواقف التي يتم التعبير عنها هي مواقف توافقية ويتآلف ويجتمع حولها الشعب اللبناني إذن أعتقد يمكن أن تمضي بها الدولة اللبنانية لأنها تعبر بذلك عن مطالب كل الشعب اللبناني المشكلة ما هو أو ماذا في جعبة الطبقة السياسية التي تقول أنها ماسكة بزمام الأمور أن تفعل إذا لم ينجم شيء عن هذه المساعد الدبلوماسية وتوسع الصراع إلى مناطق أخرى في لبنان فإسرائيل تركض وراء حزب الله أينما كان أو أينما قدرت أن له نفوذة وهذا للأسف احتمال وارد لأنه عودتنا إسرائيل كلنا رأينا كيف تصرفت في غزة كنا نسمع في كل أسبوع أن وقف إطلاق النار في غزة بات قريبا وبما في ذلك رؤساء دول عظمة في العالم تحدثوا عن وقف إطلاق مار قريب في غزة ولم يحصل ذلك وهذا السيناريو لا أخفيك أنه مرشح للالتكرار في لبنان لذلك أعود إلى الكلمة الأولى الحذر قبل التفاؤل ولكن في النهاية هناك واقع على الأرض لا بد أن يفرض نفسه هو أن إسرائيل سوف تصل عاجلا أم آجلا إلى قناعة أنه لا يمكن لها أن تحقق تستطيع أن تقتل وتستطيع أن تستهدف مدنيين ولكن هناك الألف سبعمائة واحد دون زيادة أو نقصان مهما طالت أو قصرت فترة الحرب الاتفاق الذي يمكن أن نقوم به اليوم هو نفسه بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة يمكن يكون فات الأوان على لبنان هناك نحن طبعا عبر مواقع التوصل حساب البرنامج على مواقع التوصل الاجتماعي نحاول صبر أراء وخاصة الأراء اللبنانية لكن لابد هناك من يتساءل من اللبنانيين الآن هناك أزمات متراكمة قبل الحرب أزمات مستوى المعيشة أزمات اقتصادية وهناك طبعا الآن حتى من يستخدم ارتفاع منسوبة طائفية في لبنان في هذا المناخ الصعب وهناك السؤال المركزي إعادة البناء والإعمار هذا في أفضل السيناريوهات وهو أنه سيحصل شيء إيجابي بين عشية وضحاها ويصير في اتفاق ما العمل؟ طبعا الصعوبات هائلة في الفترة المقبلة ولكن أعتقد أن وقف اطلاق نار وترتيب طويل الأمد للوضع في جنوب لبنان طبعا من مصلحتنا الوطنية لكنه جزء من كل جزء من ورشة وطنية متكاملة وواسعة ينبغي أن تتم من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والانكباب على معالجة القضايا الوطنية التي ما زالت مطروحة على طاولة اللبنانيين منذ سنوات الأزمة الاقتصادية الحوار الوطني لمحاولة إيجاد عوامل مشتركة على العديد من القضايا التي تتباين آراء اللبنانيين بشأنها تعزيز علاقات لبنان العربية مع الدول العربية والدولية هناك مسارب عديدة ينبغي لبنان أن يقاربها ولكن الأولوية الآن لوقف اطلاق نار والأمر الآخر هو أمر داخلي لبناني سوف يحصل في دقيقة سيد سفير أنت عملت في أروقة الأمم المتحدة فرنسا لا تألو جهدا أمريكا لا نعلم أين تسير أمريكا إن هي إلا أيام ويتقرر لمصير من يسكن البيت الأبيض هل يمكن للأمم المتحدة بالإمكان توليد أي زخم يساعد لبنان لأن الحاجة هذه المرة إلى حل جدري يستقصل كل أسباب الاشتعال مرة أخرى طبعا الأمم المتحدة هي الملاذ الأول يفترض لا سيما للدول الصغيرة كبلد لبنان لكن أنت بمواجه الطرف يستخف ونرى طريقة التعامل الإسرائيلي مع الأمم المتحدة هي لا تريد أن تسمع لا بأمين عام الأمم المتحدة ولا بوكالة الأونروا ولا باليونيفل القوة التي تستهدفها إسرائيل بشكل متكرر وإنما الأمم المتحدة يفترض أن تكون الملاذ الأساسي لأنها الحارسة لقواعد العدالة الدولية وللقانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل ونحن حين نقول القرار 1701 نقول قرار صادر عن الأم أحد أجهزة الأمم المتحدة واضحة الفكرة السفير رامي مرتدى السفير الجمهورية اللبنانية في بريطانيا أشكرك جزيلا على سعة صدرك معنا في بلاقيون شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة